فيما ينشغل اللبنانيون كغالبية شعوب العالم بمتابعة مونديال 2014 فإن ثمة كرة نار يتخوف البعض من أن ترمى بوجههم نتيجة ما يجري مؤخرا في العراق وما يجري في سوريا والمنطقة بشكل عام وانطلاقا من هنا يسأل كثيرون هل لبنان محصا أمنيا؟ الوضع سيستب للأسابيع القادمة وما يجري في العراق نحن لن نتأثر به مباشرة في الوقت الحالي أمنيا قد نتأثر سياسيا والذي صار في لبنان إنجازات أمنية ضخمة هي نتيجة تقاطع أقليمي دولي عزل لبنان عما يجري في محيطه أمنيا لأنه بكل صراحة صار فيه تقاطع مصالح كتير كبيرة إيرانية وإسرائيلية بلبنان جعلت أنه عدم أمكانية أن يشتعل لبنان لأنه لا يوجد أحد أنه مصلحة فيه حتى نظام السوري لا يوجد أحد أنه مصلحة فيه وبالتالي أصبح هناك أمن في لبنان أنا أعتقد أن هذا الواقع مستمر وبالتالي الواقع الأمني متطمئن في لبنان إلا إذا البعض انجرف لمزيد من الضغوطات السياسية بخصوص رئاسة جمهورية أو ما شابه مجلس الوزراء شبه مكبل بجدل حول صلاحيات ومجلس النواب معطل بفعل شغور موقع رئاسة الجمهورية كل ذلك لا شك يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين حزب الله وسلاحه وطير وطني الحر الملحق في طير العوني الملحق بحزب الله اللي عطلوا انتخابات رئاسة الجمهورية عم يعطلوا عم يحاول يمسوا نفس الضغوطات تحديد طير وطني الحر بموضوع الحكومة على أن يكون هناك مزيد من الضغط لانتخاب ميشيل عون رئيس الجمهورية فأنا أعتقد أننا عم يضيع وقتهم عم يضيع وقتهم أنه هذا غير وارد يعني نحن عم نقول بكل صراحة ميشيل عون ما في فيتو على حدا من نسبة لألنا ولكن إذا ميشيل عون بده يكون مرشح توافقي يجب أن يكون توافقي مع كل الأطراف بدءا من الأطراف المسيحية في 14 دار رئيس سلام عم يحاول ينقذ ما يمكن أنقذها ولكن بيجي وقت بده يضطر رئيس سلام أن يضع النقاط على الحروف ويقول مين عم يعطل فعلا باختصار لا بد من أن تتحمل كل مؤسسة دستورية مسؤولياتها خصوصا مجلس الوزراء الذي تتراكم بنوت جدول أعماله في وقت تعيش البلاد على وقع الحرائق في المنطقة وعشية بدء موسم السياحة الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك